بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الشكل الهندسي مربع الشكل الهندسي مربع لكن قبل أن أبدأ لا بد أن أذكر بأداب الدراسة عن بعد سواء كانت عبر منصة مدرسة أو عبر قناة عين أو حتى حضوريا في المدرسة وهي الحرس على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أيضا لا بد من إحضار الكتاب وضعها بجانبك عند الحاجة لها ثم الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ بجانب ولي أمرك سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت أهم شيء أحد كبير حتى يساعدك وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس حتى لا يفوتك طيب نذكر بأهداف التعليمية وهي أن يستمع الطالب والطالب لقراءة القصة للتعريف بشكل الهندسي مربع ثم ينظر إلى الشكل الهندسي مربع في عدة صور أيضا أن يكرر اسم الشكل الهندسي خلف المعلمة ويصنف الشكل الهندسي مربع ثم يمثله بالرسم وفي الهدف رقم 6 أن يحل الطالب والطالب أنشطة الكتاب الدراسي طيب خلونا نبدأ بالقصة قصة البنت نور والمربع هذه الفتاة اسمها نور هذه الفتاة اسمها نور ولها قصة مع الشكل الهندسي مربع لنعرف ما هي قصتها مرحبا أنا نور وأحب شكل المربع إذن هي تحب أي شكل الشكل الهندسي مربع وهذا هو لذلك أبحث عنه في كل مكان حولي إذن كل مراحة أي مكان السوق أو المطعم أو المطار أو المستشفى تبحث حولينها عن أشياء تمثل الشكل الهندسي مربع طيب لاحظوا عندما أخرج في الشارع أشاهد نوافذ الباص على شكل مربع إذن لو لاحظت هنا نافذة الباص على أي شكل؟ شكل مربع مربع أيضا عندما أذهب للمدرسة أشاهد طاولة غرفة الصف أيضا على شكل مربع أنا الآن لو رسمت حولين هذه الطاولة ظهر لي أي شكل؟ مربع إذن طاولة اللي في المدرسة في غرفة الصف على شكل مربع وفي الطريق أشاهد نافذة هذا المنزل هذه النافذة على شكل أيضا مربع لاحظوا شكلها هذا هو الشكل مربع مثل نافذة غرفة النوم الخاصة بإذن نور حتى غرفتها موجود فيها نافذة على شكل أيضا مربع على شكل ماذا؟ أحسنتم مربع إذن نافذة هذا المنزل على شكل مربع وأيضا نافذة غرفة النوم الخاصة بنور على شكل مربع كما أن الهاتف في المنزل أيضا على شكل أيضا مربع هذا الهاتف اللي في منزل نور على شكل مربع كما أن أبي وأخي يملكان محفظة النقود إذن محفظة النقود هذه الأخو نور وأبو نور لاحظوا شكلها أيضا على شكل ماذا؟ مربع أحسنتم هنا مربع وهنا أيضا مربع إذن هي تبحث حوالينها عن أي شيء شكل مربع أو يمثل الشكل مربع لاحظوا هي اختلفة للأشياء في باس، نوافذ الباس، نوافذ المنزل، المحفظة، الهاتف هي أشياء مختلفة طيب نشوف أيضا كما أن شاشة جهاز الكمبيوتر التي أستخدمها أيضا على شكل مربع لاحظوا هنا هذا الشكل مربع كما أن أمي تعلق ساعة حائط وتضع مخدات على كرسي غرفة المعيشة على شكل أيضا مربع هذه هي الساعة التي تعلق أمها لاحظوا أيضا شكلها إيش طلع لي لما رسمت؟ أي شكل؟ مربع بالنسبة للمخدات هذه أو الوسائد على شكل أيضا مربع على شكل مربع طيب إذن كل الأشياء اللي لاحظتها نور في الشارع وفي المنزل وفي المدرسة كانت على شكل ماذا؟ الشكل الهندسي مربع وهذا هو شكله أيضا أصدقائي أبنائي وأبناتي بإمكانكم الآن أن تبحثوا في المنزل حولكم عن أشياء مختلفة تمثل الشكل الهندسي مربع ما رأيكم؟ أن نتوقف قليلا ثم نبحث حولنا سواء في الغرفة في المطبخ في غرفة المعيشة أي شيء يمثل الشكل الهندسي مربع ثم نعود مرة أخرى هيا عدنا لكم الآن أتمنى أن تكونوا وجدتم أشياء مختلفة تمثل الشكل الهندسي مربع مثل ما فعلت الفتاة نور طيب خلونا نقوم الشكل الهندسي مربع حولنا إذن في أشياء مختلفة في المنزل أو خارج المنزل تمثل شكل المربع لاحظوا هنا إطار الصورة هذا إطار الصورة على شكل مربع إذن هو يمثل الشكل الهندسي لدرس اليوم أيضا هذه المخدة أو الوسادة لاحظوا شكلها أيضا على شكل مربع هذا الصحن الذي نستخدمه أثناء تناول الوجبات سواء غداء أو أشاء أيضا على شكل مربع النافذة هذه على شكل أيضا مربع هذا الكتاب الدراسي لتستخدمه الآن أنت عزيزي الطالب والطالبة أيضا لاحظوا شكله كيف؟ على شكل أيضا مربع هذه الصينية التي تستخدمها الأم في المطبخ لإعداد الطعام أيضا على شكل مربع الساعة التي نستخدمها للحائط أيضا على شكل مربع هذه الطاولة لاحظوا لو أرسم حولينها بيطلع لي شكل مربع إذن بإمكاني أن أجد المربع حولي في المنزل صحيح أنها أشياء مختلفة لكنها تتمثل في نفس الشكل أو تتطابق في نفس الشكل الهندسي وهو مربع مثل ما استخرجنا هذه الأشياء المختلفة من المنزل التي تمثل شكل الهندسي مربع طيب في هذا التمرين مطلوب ضع خطا أسفل الصورة التي تمثل الشكل الهندسي مربع عندي خمسة صور أريد أن أنظر إلى كل صورة وأشير إلى الصورة التي تمثل الشكل الهندسي مربع ما معنى تمثل؟ يعني نفس الشكل للمربع يلا نبدأ أحسنتم إطار الصورة هذا على شكل مربع إطار الصورة على شكل مربع إذن سأضع أسفل خط لأنه صحيح طيب ماذا عن النافذة؟ النافذة سأرسم حوالينها عشان نعرف الشكل الذي سيخرج لنا ماذا ظهر لنا أي شكل؟ ممتاز مربع إذن صحيحة سأضع أسفلها خط ماذا عن الشمس؟ سأرسم حوالين الشمس الآن سيظهر لأي شكل؟ هل ظهر المربع؟ لا، إذن سأترك الشمس ولن أضع أسفلها خط طيب نأتي للصحان الذي نستخدمه لتناول الطعام لاحظوا شكله طلع لأي شكل؟ المربع إذن هو صحيح سأضع أسفل خط ماذا عن الوسادة هذه؟ سنرسم أيضا حوالينها لنعرف الشكل الذي سيظهر ظهر لأي شكل هندسي؟ أيضا مربع إذن صحيحة سأضع أسفلها خط إذن وجدنا إطار الصورة والنافذة والصحان والمخدة كلها تمثل الشكل الهندسي مربع صحيح أنها اختلفت لكنها تطابقت في تمثيل الشكل الهندسي مربع طيب نشوف هنا في هذا التمرين ابحث عن الشكل الهندسي مربع في الصورة ثم قم بتلوينه أنا أريد منكم فقط أن تشيروا على الشاشة للشكل الهندسي مربع في الصورة هذا المنزل أين هو؟ أين هو المربع في هذه الصورة؟ نشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين وجدتموه؟ ممتاز هنا هذا مربع صحيح أيضا هل يوجد مربع آخر؟ في الصورة هل يوجد مربع آخر؟ نعم هنا فوق صحيح أيضا هل يوجد مربع؟ ممتاز أيضا هنا مربع إذن ماذا سأفعل؟ سأقوم بتلوين هذه المربعات باللون الأزرق إذن هنا بحثنا عن الشكل الهندسي مربع وجدناه في شكل النوافذ الموجودة هنا ثم هنا وهنا إذن هذا الشكل هو؟ أحسنتم هو الشكل الهندسي مربع ضع خطا أسفل الشكل الهندسي مربع هنا عندي مجموعة من الأشكال الهندسية أنا أريد فقط أن تبحث عن الشكل الهندسي مربع وتشير على الشاشة لولي الأمر الذي بجانبك أين هو الشكل الهندسي مربع؟ من بين هذه الأشكال أين هو؟ ممتاز أحسنتم هذا هو الشكل المربع إذن ماذا سأفعل؟ سأضع أسفل خط لأنه هو الشكل الهندسي الصحي طيب نشوف آخر تمرين صل الساعة بالشكل الهندسي المناسب لها هنا عندي الساعة هذه أريد أن أصل الساعة بالشكل المناسب لها من هذه الأشكال الهندسية أين هو الشكل المناسب للساعة؟ أحسنتم هذا هو الشكل المربع المطابق لشكل الساعة طيب لو انتقلنا الآن على الوسائل التعليمية الموجودة الآن على الطاولة لنوضح أيضا الشكل الهندسي مربع إما أن أستخدم هذه الأشكال من البلاستيك أو بإمكاني أن أصنعها من الأوراق الملونة وأضعها على طاولة وأطلب من الطالب أن يصنف لي شكل المربع والشكل الهندسي دائرة لماذا دائرة؟ لأن الدائرة أخذناها سابقا في الفصل الدراسي الأول سنعمم المهارة حتى لا يفقدها الطالب إذن سأقوم بسؤالكم الآن عن هذا الشكل ما هو؟ ممتاز مربع إذن سأضع المربع هنا طيب ماذا عن هذا الشكل؟ دائرة أحسنتم إذن سأضعها هنا أيضا هذا الشكل ماذا يسمى؟ أحسنتم مربع إذن سأضع المربع هنا ماذا عن هذا الشكل؟ أحسنتم دائرة طيب هذا الشكل؟ أيضا دائرة سأضعها مع الدوائر السابقة أيضا هذا الشكل ماذا يسمى؟ ممتاز دائرة هذا الشكل؟ أحسنتم مربع هذا الشكل؟ أيضا مربع وهنا أحسنتم مربع في المكتبات أحسنتم تمثل شكل مربع بإمكاني أستخدم بإمكاني استخدم هذه البطاقات أو من الألعاب المتوفرة أو أصنع من الأشكال الهندسية باستخدام الورق الملون وأطلب من الطالب أن يقوم بتصنيف الأشكال الهندسية دائرة ومربع وكما قلت سابقا أن الدائرة خذنا في الفصل الدراسي الأول نستمر في تعميم المهارة حتى لا يفقدها الطالب والطالبة أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات أراكم في الحصاء القادمة كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة